تسوية عرضتها المحكمة العليا الإسرائيلية على بعض سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة تنص على اعتبار العائلات الفلسطينية في الحي مستأجرين محميين مدة 15 عاما لا مالكين للأرض فيما لا يمكن للشركة الاستيطانية إخلاء السكان من منازلهم على المدى البعيد مقابل إقرار الشركة الاستيطانية نحلات شمعون بملكيتها للأرض هذا المقترح هو وليدي لا مقترحات ومسودات قمنا بتقديمها للمحكمة التي تعرض توجهنا وتطلعنا ضمن الإجراءات القانونية القائمة لتثبيت أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم فجاء عرض المحكمة متماشيا بجزء منه طبعا وليس كله مع قسم من مطالب أهالي الشيخ جراح طبعا يجب النظر بحضر شديد إلى المقترح المقدم للمحكمة إلى حيثياته إلى أبعاده قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يمهل العائلات الفلسطينية والشركة الاستيطانية حتى الثاني من تشرين الثاني المقبل للقبول ببنود التسوية وفي حال رفض سكان الحي هذه التسوية فستبت المحكمة بالالتماس المقدم في محاولة لمنع تهجير العائلات الفلسطينية لو المرة أنا بسمع أن المحكمة العليا بتشاور قبل ما تصدر قرار هذا دلالي على أنه هي ما عندها الملكية التي تقدر تصدر القرار السليم لأنه بقوله أن القضاء المفروض يعطو القرار الحقيقي والقرار القانوني السليم أي قرار بصدر غير ملكيتنا للأراضي هو قرار جائر سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة كانوا قد رفضوا تسويات من هذا النوع خلال محاكمة سابقة مؤكدين أن هذه الطروح تشكل اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي وتحرمهم من ملكيتهم لها التسوية التي عرضتها المحكمة العليا الإسرائيلية تعني أن الطرد والإخلاء سيبقى يتهدد العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتعطي الشركات الاستيطانية الحق في تهجيرهم من أراضيهم بعد مرور الوقت المحدد للتسوية وهو ما يرفضه المقدسيون بشكل قاطع نهاية حجازية المملكة القدس المحتلة